ما كنش حل المشكلة للثقافة إلى ما كانش حل للمسألة الديمقراطية في هذه البلاد بالنسبة لي ما يمكنش يكون تطور ثقافي اللي كان طمحوا ليه إلا ما ما تقدمناش إنجاز المشروع الديمقراطي وماشي أي مشروع ديمقراطي مشروع الديمقراطي اللي كي وضع الإنسان المغربي والإنسان بكل بساطة في الجوهر دي هذال المشروع الإنسان معناه شنوه معناه التكوين معناه التعليم الجيد معناه اكتساب مثلا الفكر النقدي الاستقلالية دي الفكر دي الشخص التسامح وحد مجموعة دي القيم اللي ما يمكنها تكون إلا في المدرسة إذا المنسبة لي الآن مشيغل الآن منذ زمان تنربط بشكل الوثيق المسألة التقافية بالمسألة الديمقراطية المسألة راه هنا بوحد إيرادة سياسية دوني لما كالش وحد إيرادة سياسية ما غاني ممكناش نتقدمه فهل البلد الإيرادة السياسية كتطلب القناعة الاقتناء إنه فعلا هادشي اللي كنا هذر عليه راه يلصح ماشي غير هذراء يعني مسائل زعماء عندها أهميسها بالمستقبل ديل هاد البلد إذا القراسياتي مرتابط بالقناعة ومرتابط بالوضوح ديل هاد الديمقراطية اللي كنت حدث عليها شمن ديمقراطية بغينا فهذا البلد غير فهذا العشر سنوات الأخيرة تقريباً تسعين في المئة ديل الرجالات والنساءات ممكننا نقوله اللي كونوا هاد التقافة الحديثة في المغرب يعني من شكري من عبد الكبير الخاطيبي من الجلالي الغرباوي إحمد الشرقاوي السينمائيين حلق ركاب دريس كاريم إلى آخر غدي النساء واحد المزوء محمد القاسمي طبعاً إلى آخر هاد الناس مشاوه وخلاوا وراهم واحد الإيرتس هاد الإيرتس ما كانش هاتمان به لأنه لما اشتغناش في العشر سنوات القادمة على هاد المسألة هادي رأي جزء كبير من هاد التوراة المعاصر مشي الماضي هاد المعاصر غنيمشي غنيتلف الدولة مطالبة باش تحمل مسؤولية ديلها باش تاخد الجانب ديلها فهذا المسؤولية بجميع الدول ديل العالم بما فيها المتقدمة الدولة عندها مسؤولية لا فيما يخص البنيات التحتية لا فيما يخص الدفاع عن تقافة ديلها مشي داخل البلد ولكن خارج البلد هاد الهياكل التقافية الموجودة بما فيها وزارة التقافة كما توجدات منذ الاستخدار الآن هي كذلك جزء من المشكل مشي أنها كتعمل على حل هاد المشكل هي جزء من المشكل هي عرقلة أمام تطور والانفتاح ديل التقافة المغربية إذن خص التفكير في هياكل جديدة لتعطى لوحد المجموعات للكفاءات وخصوصا الشباب اللي عندهم إلمان بالتقنيات الجديدة بالتقافة يعني بالأنواع التعبيرية التقافية جديدة اللي هي تولى هاد المهمة خص التقافة خصها متحاورين أيضا معها من غدا تذكر يعني الوزارة ماشي متحاور إذن خص واحد الهياكل جديدة مؤسسة جديدة اللي فعلا كتكون في واحد الموقع ديل الإنصات أولا ديل الحوار ديل بناء مشاريع مشتركة مع المعنيين بالأمر أنفسهم أي المبدعين والمثقافين والباحثين والمفكرين إلى آخره إذن تنظن الهيكلة ديل التقافة في المغرب محتاجة إلى إعادة النظار وإعادة بشكل جديد بطرق عصرية اشتركوا في القناة